سلام ونعمة المسيح لكل مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة النهاردة 18 نوفمبر 2022 يوم خاص جدا بالنسبة لنا حلقتنا النهاردة جاية مباشرة بعد ساعتين من الصلاة والتسبيح والشركة مع عابرين ومن عابرين حول العالم وفريق قناة الحياة الرائع واضح ان انا متأثرة جدا طبعا لاني بقالي ساعتين بسمع عمل الرب في العالم كله ارجو انه كلكم اللي كنتوا بتتابعونا تكونوا تباركتم وتعزيتم ويكون الرب لمس قلوبكم ولما شافش البرنامج النهاردة اوعدكم انه مشاهدة هذا البرنامج ستبارك حياتك جدا انا هيكون موجود على كل صفحاتنا على الفيسبوك وعلى اليوتوب ايضا انا بشكر الرب جدا من اجل العمل وكل ما نشارك فيه اتأثرت جدا يعني عجيب ان انا ابتدي الحلقة بالبكاء لكن شحنة المحبة والاسرار على اتباع المسيح اللي شفناها النهاردة كانت مؤثرة جدا بالنسبة لي انا بشكر الرب على عمله في وسط العالم كله العالم كله رحنا من امريكا لاستراليا لاسيا لافريقيا الشرق الاوسط كله من كل هذه البلاد والقارات هناك عابرين وعابرات لهم شهادة حقيقية والرب يسطع نوره على الامة الاسلامية كلها انا بشكرك يا رب من اجل عمل انت صنعته انت قمت به انت خصصته يا رب ليكون شهادة ليك لنكون عامل من العوامل اللي بتستخدمها النهاردة علشان نقول فعلا ليأتي ملكوتك الآن يا رب في حياة اخواتنا واهلنا بشكر الرب جدا من اجل هذا اليوم النهاردة حلقتنا هتكون بعنوان العابرون وشفاء الله مناسب جدا ان انا اعمل حلقة خاصة للعابرين ونقدم قصة من القصص اللي يعني بركتنا كلنا شخصيا علشان نشوف عمل المسيح في حياة العابرين القصة اللي هتسمعوها النهاردة عن من عابرة اسمها عائشة عايز اقول ان القصة دي قصة متميزة جدا في قصة عائشة تحديات كبيرة جدا واشياء صادمة يمكن خاصة بالنسبة لثقافتنا الشرقية لكن ايضا فيها معجزات الهية وتخطي لتحديات كبيرة وهذه المعجزات لا يمكن انها تكون في واقع حياة البشر الا مع يسوع المسيح بشجعكم وانتو بتسمعوا النهاردة انكم تكونوا امناء مع انفسكم وكل واحد منا ينظر الى نفسه والى قلبه هو شخصيا قبل ان يحكم على الاخر انا عارف ان انا هقدم لكم قصة فيها تحدي لعادات وتقاليد كثيرة لكن ايضا اشجعكم على انكم تشوفوا فيها نور المسيح وما ممكن ان يقوم بي المسيح في حياتك انت شخصيا في مواجهة النفس بصلي ان الحلقة تكون كلها بركة للجميع النهاردة عندي سؤال واحنا بنسمع القصة حاب انكم تسألوا نفسكم السؤال ده هل القصة اللي انت بتسمعها او هتسمعها دلوقتي هل انت شايف انها تختلف مع قصص الناس كتير مننا او يعني درجات الصعوبة في حياة عائشة ممكن تتفاوت بين الصعوبة في حياتي وحياتها او في حياتك وحياتها لكن في تشابه كتير كبير بيننا ياريت نسمع بقلم مفتوح للرب عايز يقولك ايه شخصيا انت وانت عن حياتك الخاصة وما يمكن ان يعطيك الرب بعد سماع هذه القصة هنسمع القصة على ثلاث اجزاء خلينا الاول نسمع الجزء الاول من بداية حياة عائشة قبل ما تحكم على عائشة عايز اقولك ان الله يراها ويرانا من منظور اخر هقوله لكم بعد ما نسمع خلينا نشوف عندما تولد مسلم يصبح الاسلام هويتك يصبح من انت انا ولدت في عمان الاردن وعشت هناك 14 عام عائلتي عائلة تقليدية محافظة وكان عندي اسئلة كثيرة عن حياة محمد وحقيقة القرآن وموضوع الخلاص بالذات كان فكرة كبيرة بالنسبة لي لاني كنت اشعر اني مهما حاولت لا استطيع اني اردي الله ومن حولي اهلي لم يكونوا راضيين عن اسئلتي وكان ردهم لا يعلم هذا الامر الا الله وكان هذا الرد يؤرقني جدا ابي كان مدمن لشرب الخمور وذاكرتي الاولى عنه وانا عندي خمس سنوات وهو يلقيني على الارد ويدربني ويركلني وينعتني بالفاظ يجب ان تقال لطفلة مني حياتنا كانت بائسة جدا في الاردن والدتي امريكية وكانت خايفة جدا على نفسها وعلينا شجعت والدي على ان يدعنا نسافر لامريكا حتى نتعلم هناك تعليم افضل فيكون لدينا فرص عمل افضل وافق ابي وسفرنا عام الفين وكان ابي عندما يزورنا يزداد في عنفه وادمانه للخمر في هذا الوقت تقابلت مع شاب في المدرسة وكانت اول مرة اشعر باني محبوبة تطورت العلاقة بيننا ووجدت نفسي حامل في عمر 17 سنة لو كنت شاركت مع ابي هذا الامر لقتلني حسب ثقافتنا سيقتلني بالفعل ولو قلت لامي كانت ستقول لابي ووقع الامر اني وقعت في نفس المعدلة فقررت ان اشارك الامر مع صديقي ولم يكن لدينا اي اختيارات اخرى الا ان نجهد الحمل وكان الامر صعب علي جدا لاني اقدس الحياة الانسانية وكنت احلم ان يكون عندي اطفال بعدها عانيت كثيرا من العار والخجل من ما فعلت اصبت باكتئاب وتوتر ولم ارى قيمة لنفسي بعد ذلك كنت بحاول اني املأ هذا الفراغ المظلم باشياء عالمية وقتية جعلتني اسقط في عالم اكثر ظلم كنت اعلم ان اخطائي لا تقتفر في الاسلام وان هذا الاله لن يغفر لي وانه يكرامي بشدة كنت ابحث عن غفران ورجاء فتوجهت للقرآن وفتحت القرآن في سورة النساء 168 وتسعة وستين بتقول كده ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا قرأتها وشعرت بخوف شديد ويأس الحقيقة انه عائشة شاركت معانا في التلات دقايق اربع دقايق دول يعني تقريبا قصة حياتها من ميلادها لحد ما بقى عندها 17 سنة المرحلة طويلة جدا لكن عايزة اعلق بعض التعليقات على اللي حاجته لنا عائشة فيما يعني ينطبق على الفكرة اللي قلتها من الممكن انه يكون في كلامها تحدي او انفتاح في اللي حصل في حياتها وبتحكيه بمنتهى الامانة وده يشكل تحدي للناس اللي بتسمع اللي ما عندهاش نفس مثلا الغلطة في حياتها لكن ارجع اقول لكم ان الله لا يرانا بميزان الخطيئة اللي في حياتنا لو ده حصل هنبقى كلنا منفصلين عن الله بالمرة لان كل الخطيئة تفسلك عن الله سواء بقى كانت خطيئة زنة خطيئة كذب خطيئة قتل خطيئة اجهاد الله يرانا من منظور اخر كثيرا ما كنت اسمع ان الله زي اي اب ولكن افضل كثيرا لانه يرى ضعفات الابن او الابنة ولكن يرى ما يستطيع هذا الابن او الابنة ان يحققه في المستقبل فيتعامل برحمة ورأفة ويرى داخل القلب قبل ما يحكم على ظاهر المشهد في الاسلام تعلمنا عكس ذلك تماما لانه انت عندك اله يقف بالمرصاد لكل خطوة وحرف وكلمة وتصرف وحسنة وسيئة وتقاصل الامور بميزان بميزان غير عادل بميزان بشري او بميزان شيطاني بصراحة يعني ارجع اقول ان الله يرانا او يرى انسانة مكسورة زي عيشة في هذه المرحلة من منظور اخر والحقيقة انه فكرة اسم الحلقة رحلة الشفاء دي كانت من الجزء الاول من قصة عيشة في مزمور اربعة وثلاثين بيقول كده قريب هو الرب من المنكسر القلوب ويخلص المنصحقي الروح سمعناها بتتكلم عن معاملات سيئة قلب مكسور اكتئاب شعور بالانكسار بالخطية بالاكتئاب بكل ده الرب قريب من منكسر القلوب مش عشان يقعد يتفرج عليهم او يقولهم عقبكم ايه ولكن ليعطيهم رجاء ليكون لهم حياة وليكون لهم افضل هذا هو يسوع المسيح وكيف يرانا لكن المشكلة ان احنا واحنا عايشين ما نعرفوش لسه ولم نسمع عن اله في محبته ما بنعرفش ان لينا باب اخر من الرجاء للعابرين اللي بيسمعوني النهاردة عايز اقولك اين كانت الخطية في حياتك الله ليه مخرج التوبة والابتعاد والعودة الى محبته الحكم على نفسك والحكم على غيرك يجب ان يكون بمقييس الله عايشة عاشت ما تعيشه معظم البنات في الثقافة الاسلامية ولو كانت خبرتك مختلفة فيعني ايه ده ده الشاز عن القاعدة لكن القاعدة انه البنات تعامل بقسوة اكثر البنت ضلع يطلع لها 24 معاملة الاب اللي اتكلمت عنه عايشة ما هياش حاجة غريبة على فكرة في المجتمعات الاسلامية حتى ولو ان هذا الاب كان مدمن خمور مش هندحك على نفسنا وما تقوليش ان انت وانتي ما تعرفوش اذا ما كانش في عيلتك القريبة منك او في حد داخل عيلتك بيشرب خمرة عادي زي بقيت الناس في العالم كله يعني وممكن بقى ما يكونش فيه انضباط ويبقى ده الملجأ بنسمع كتير عن عائلات دلوقتي بتنكسر وبتتطلق والست بتتبهدل وبتتضرب كل يوم لان الراجل مدمن لان الراجل بيشرب لانه وهكذا فدي مش قاعدة شزة لا ده ده الاكثر فعيشة عاشت ده وشافت معاملة الاب القاسية جدا اللي بتضرب وترميها في الارض خمس سنين بتتضرب البنت وتترمي في الارض انا شفت في حياتي ناس اتعاملوا اهليهم معاهم بهذه الطريقة في حياتي الشخصية ناس شفتهم بعملوا بناتهم واولادهم بهذه الطريقة الاب قاسي جدا بيدرب قبل ما يقول صباح الخير بيربي لكن ليس هناك تعاملات انسانية فيجي الناتج ايه انه الانسان اللي بتنتج عن معاملة من الاب المثل للحب في حياتها لازم يبقى عندها احتياج لانه حد يملى هذا الفراغ اللي جواها النقطة التانية في قصة عائشة انها زينا كلنا سألت اسئلة عن الله ليس لها اجابات وعندما نسأل كان لا يتقلنا واحنا بنات طبعا يعني ما يتقلنا انتو مش فاهمين انت ست هتفهمي ايه انت بنت ملكيش دعوة او انه لا يعلم هذا الامر الا الله زي ما قالوا العيشة على طول السنين عيشة كانت زيها زيي وانا في سن صغير بضول على رجاء على طريقة للتواصل مع الله علشان يعطيني مكان يكون عندي فيه امل رجاء لحياة فيها امان لاننا لا نأمن الله ولا نأمن اهلنا في نفس الوقت وتكبر البنت وتتجاوز البنت وبرده لا تأمن جزها في نفس الوقت وهكذا هي سلسلة من الانقياد لحياة شيطانية مستمرة بالنسبة لبنات المسلمين عيشة كان يعني نصبها افضل شوية حظها افضل انها راحت امريكا مع والدتها والاب وافق وكان بيزورهم من حين لحين هنا حقف واقول ان الحياة في الغرب مش هي اللي خلت عيشة تحب شاب وتخطئ معاه لا لان ده موجود في الدول الاسلامية برضو واللي بيسمعوني النهار ده عارفين كده وموجود بطرق بنفس الطريقة ولكن بتؤدى بطرق مختلفة بتستخبى بطرق مختلفة بتعرف البنت يبقى عندها صاحبة تروح لها فتخرجها وتقابل الصاحب برضو لانه الاساس من جوه في فراغ لان الحجاب اللي هي لبساة او النقاب اللي هي لبساة لم يعلمها العفة الحقيقية لم يملأ قلبها بصورة شخصية وهكذا فاحنا عارفين انه في الدول الاسلامية هذه الخطايا هذه الاساليب في الحياة موجودة عارفين الفرق ايه انه في الغرب مفيش حاجة بتمنع الولد او البنت انهم يكون عندهم علاقات جنسية ولكن العائلات عموما هي اللي بتنظم ده او بتعلمهم انه يعني انت لازم تكون امين على جسمك ولازم تحافظ على صحتك ولازم العلاقة تكون علاقة انسانية وهكذا فبتلاقي معظم الناس عندهم اتزان في الامر ده مفيش حاجة بتقول لهم حلال وحرام عشان نعتقاد انه كل الغرب مسيحي ده مش حاجة حقيقية قبل المسيحيين بيعيشوا بطريقة مختلفة بنعيش حسب امانة الله حسب الكتاب المقدس اولادنا بيتربوا على ده وبيختاروا يعيشوا ده بيبقى اختيار شخصي بتبقى في حاجة مالية قلب البنت وقلب الولد انه القداسة لله مش للقدامي او لعلتي او وهكذا فاللي حصل ده بيحصل في الغرب بصورة مفتوحة شوية المجتمع ما بينددش بيها لانها اختيارات شخصية اما في الشرق فبتحصل تحت سطار ومستخبية ولكن هناك سطار من الافكار الاسلامية او الثقافة الشعبية اللي بتقول ده حرام وده عيب ومش عارف ايه فبتتعامل في الدرة يعني عادي عارفين ان اللي حصل اللي عيشها في الغرب مش عشان هيكت في الغرب لأ كان ممكن يحصل لها جدا وفي الاردن موضوع الاجهاد الحقيقة كان يمكن من الاسباب اللي خلتني اقدم لكم الاختبار ده فيه بنات كتير وستات كتير في الشرق بيعملوا عمليات الاجهاد لانهم عندهم علاقات خارج العلاقات المشروعة وده شيء يعني بيضع في النفس الام نفسية شديدة جدا سواء كانوا عندهم وعي لده ولا لأ عيشها قالت انها كان عندها وعي وانها ما كانتش ابدا تحب ان ده يحصل وانها كان نفسها زي اي بنت يبقى عندها طفل وانها لو كانت قدرت كانت خلت الطفل ده لكن انفصال اهلها عنها واحساسها انهم كانوا حيموتوها لو حصل ده فعلا خلاها تعمل كده وده ادى لانها تكون اتدمرت نفسيا معارفتش السامح نفسها عارفة انها عملت حاجة غلط وعارفة انها قتلت طفلها باديها فعيشة بعد ما انهت الحمل راحت تطلب الغفران من الله ولم تجد في القرآن يعني هي عملت الخطوات اللي تعلمتها فراحت للقرآن علشان تطلب الغفران لكن لها لم تجد من القرآن الا الادانة عيشة بتقول دي سورة اربعة لكن هي الحقيقة سورة النساء وانه الاية دي تكون موجودة في سورة النساء بالذات ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرة ده امر سهل قوي على اله الاسلام مفيش مشكلة هو يستطيع انه يهلكهم الى الابد لانهم مش ابنائه لانهم عبيد له يستطيع انه يتخلص منهم ويأتي بغيرهم وده المعهود في الاسلام فلما عائشة زيها زي اي انسان بيبحث عن الغفران تصادم بهذا الفكر حصل عندها يأس اكبر كانت تبحث عن الله فوجدت الطريق مسدود خليني اقرأ لكم اية عن ما يصنعوا المسيح من اشعية 53 بيقول كده بيقول انه لكن احزاننا حملنا واوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومزلولا وهو مجروح لاجل معاصينا مسحوق لاجل اثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره يشوفينا كلنا كغنم ضلالنا منا كل واحد الى طريقه والرب وضع عليه اثم جميعنا هنا تشوف الفرق انه الانسان في الاسلام يحمل ذنوبه وليس له خلاص عيشة قالت انها كانت بتفكر في موضوع الخلاص يمكن وهي مسلمة ما كانتش تعرف كلمة خلاص لكنها كانت تريد ان تنجو تعلم انها زي بالزبط انا ما كنتش اسمع عن حاجة اسمها خلاص انا كنت عارفة ان خطايا او مشاكلي او اختياراتي فيها حاجات لا ترضي الله ومعنديش حاجة تعادل ده مفيش حاجة ترضيه لكن المسيح حمل كل اثامنا عليه ده فرق ده فرق وحنشوف ازاي المسيح عمل ده في حياة عيشة خلينا نشوف الجزء الثاني من قصة عيشة انا قلت يا الله لا اعلم من انت ولا اعلم ان كنت موجود انا صليت لك لاكتر من عشرين سنة ولم اشعر بوجودك كنت ابكي وافكر في طريقة لكي انهي حياتي لانه لم يكن لي طريقة للغفران في الاسلام فلماذا اعيش في تلك اللحظة وانا ابكي سماعت الصوت واضح جدا يقول يسوع جيسوس رفعت رأسي للسماء وفتحت عدي وقلت يا يسوع انا لا اعلم من انت ولكن لو كنت انت هو عرفني نفسك لاني لا استطيع ان احيا بهذه الطريقة كانت هذه اول مرة اشعر بسلام داخلي بعد صلاة بعدها انفصلت عن صديقي وبعد فترة قابلت مع شخص كان مختلف تماما عن اي شاب تقابلت معه كان محب ويعاملني باحترام فنمت بيننا صداقة وكنت في منزله ذات يوم ووجدت الانجيل مفتوح على الطولة كانت مفاجأة ان يكون صديقي مسيحي بعدها قابلت والدي وجداته وجده ولحظت المحبة والفرح والسلام بينهم كانت اشياء اصبوا ان تكون في حياتي فهمت ان يسوع في حياتهم فطلبت منه ان اذهب للكنيسة معهم وكانت الكنيسة خبرة ممتازة ولكن كنت مشتاقة الى اكثر من ذلك كثيرا فطلبت من جدته ان تدرس الكتاب معي اذكر اول مرة قرأت روميا خمسة تمانية ده انه ونحن بعد خطوامات المسيح من اجلنا محبة الله لنا ليست لاننا صالحين بل بالرغم من عدم صلحنا وفهمت الفرق الكبير بين ان اكون مسلمة وان اكون مسيحية وقررت ان اعتمد في الكنيسة واتبع يسوع لسنين طويلة كان عندي غضب شديد على والدي ومن اربع سنوات زاد ادمانه للخمر بشدة وكان في اخر ايامه صليت ان يساعدني الرب ان اغفر له وان يجعلني ارى ابي كما يراه يسوع اتصلت بابي وقلت له ان يسوع يحبه وانه مات على الصليب من اجله وانه يستطيع ان يعيش حياة ابدية معه ومعنا ايضا وان خطياء كلها تغفر اذا امن به كنت اتوقع ان يقول لا ولكن فجئت بابي يقول نعم كنت في سعادة غامرة وقال ابي انا سعيد انني اراكم مرة اخرى مع المسيح فقلت له ان الامر لن يطول وسنتقابل سريعا المجدر للرب انا يعني اولا عايز اقول انه الله لا يترك نفسه بلا شاهد الكتاب يعلمنا كده ولكن هو يرى مختاري وهو لا يتركنا اللي هو مختارهم اللي قلوبهم طلباه ويستجيب ليهم ويستجيب بطريقة اعجازية الحقيقة انه في الجزء ده يعني فيه نقطة كتير حبه يعني اقف عندها لكن عايز اقول انه كتير من العابرين مروا بخطوات نفس الخطوات دي اللي هي مرت بها عائشة سماع صوت الله انك تسمع في وقت ازمة الرب بيقول في اذنك انا يسوع انا معك تسمع هي سمعت يسوع فعرفت انها لازم تكلم يسوع كانت عيشة في امريكا فعرف اسمه جيسس فقالت له يا رب لو انت هو وريني نفسك لو انت فعلا كده وريني نفسك انا على فكرة في سن 13-14 صليت نفس الصلاة دي قلت له يا رب انا سمعت عنك لو انت المسيح عرفني نفسك لو انت اله الاسلام عرفني نفسك المتكلم كان يسوع المسيح الظاهر لي كان يسوع المسيح الذي اراني نفسه كان يسوع المسيح ونفس الحكاية حصلت مع عيشة ومع كثيرين منكم عايز اسمع شهاداتكم على فكرة شهاداتكم مهمة جدا اديكم شفتوا النهاردة للي شاف برنامج يوم الصلاة للعابرين قد ايه الشهادات اللي سمعناها عن ناس سمعوا صوت المسيح شافوا المسيح في رؤية او في حلم اللي شاف اختباري هتلاقوا ان انا شفت رؤية للمسيح سمعت صوته في مراحل كثيرة من حياتي الله لا يتغير لا يتغير مع افراد ولا يتغير مع يعني في وعوده الخاصة لنا لو عايز تسمع صوته حيسمعك صوته بالطريقة اللي تناسبك بالطريقة اللي عارف ان قلبك يقبلها ويستخدم ويستخدمها في حياتك عايشة دي كانت خطوة نقلة كبيرة في حياتها لانها كانت في اشتياق في احتياج في لحظة ضحلة من حياتها من الواضح انها كانت في الفترة دي زي ما قالت ثابت الشخص اللي كانت معها قبل كده وانتهت العلاقة دي وكبرت شوية في السن وبقى عندها صديق اخر واضح انه كان شخص محترم ومحب بيعملها باحترام عايز اقول انه دي من مشاكل المرأة في الاسلام انها لا تحترم من الاب من الزوج من الاخ من الرجل في حياتها دائما تعامل على انها نقصة تابعة عوان زوجة فتبقى درجة تانية ليست شريكة حياة بنقول شريكة حياة لكن في الواقع لا تعامل كشريكة حياة ولا تعامل باحترام وده بيسبب مشاكل كبيرة عند النساء في تعاملهم مع الرجالة بقيت حياتهم عايشة شافت هذا الشخص طبعا هو اكيد غربي انا باعتقد كده انه غربي وشافت احترامه ليها محبته شيء ما شافتوش قبل كده فده جذبها فلما دخلت بيته لقى انه كتابه المقدس مفتوح على الترابيزة وهنا على فكرة في الغرب مش معنى انه حد يروح يزور حد في البيت يبقى في بينهم علاقة سيئة ابدا الاصحاب يطلقوا في بيوت بعض عادي لكن القلب والفكر واسلوب الحياة هو اللي بيختار تصرفات ايه فواضح انه الرجل ده كانت اختياراته فيها تقديس لحياته مع الله لانها شافت فيهم صورة للحياة مع الله ودي كانت بداية الطريق بالنسبة لها زي ما قلت الله لا يترك نفسه بلا شاهد وفي في العبرانيين بيقول لنا كده لا اهملك ولا اتركك انا مش هسيبك ابدا انا دائما جنبك عيشة فعاشت فرق بين حياتين حياة مع اله لا يسمع وحياة مع اله شافت صورة لاله قريب منها بيتكلم معها شافت صورته في حياة الناس اللي هي بتتعامل معهم فمحبة الله طلاقت معها هل انت وانتي النهاردة في نفس المكان هل عندك اسئلة عن الله هل عندك اشتياق الى معرفة الله في الفترة الاخيرة كنت بتعامل مع بعض اصدقاء لبنتي دائما بيكونوا اصدقاءها موجودين في البيت بيسألوا دائما عن حياتنا مع المسيح سواء كانوا بيروحوا الكنيسة او عمرهم ما دخلوا الكنيسة فلاحظت كده بعد بعض الفروق ما بين الاصدقاء ففي منهم اللي عايز يعود ويسمع ويسأل اسئلة عن الحياة مع الله وعايز يدرس الكتاب وعايزين يعملوا بايبل ستادي وفي منهم بالعافية يعني تقول لك اروح الكنيسة مرة او تقول لك اروح احضر بايبل ستادي مرة احضر اجتماع صالة مرة لكن ليس هناك اشتياق داخلي فكنت بقول رب لو الواحد يعرف ايه اللي بيبقى جوه الانسان بيخليه بقى عنده اشتياق حقيقي فانت تقابل هذا الاشتياق بكل المحبة دي وتفيد وتعطيهم وايه اللي بيخلينا نبقى غير مباليين اعتقد انه جزء من المشكلة هنا انه الانسان بيبقى مركز على نفسه واحتياجاته الارضية والامور العالمية زي ما اسمعنا من عيشة قالت انه في وقت انحضارها في الخطيئة وبعدها عن اي فكرة فكرة قداسة في حياتها انحضرت الى فكر العالم والاشياء التي للعالم والكتاب بيعلمنا انه لا نحب العالم ولا الاشياء التي للعالم ليه؟ لانها بتاخدنا بعيدة عن الله مش معنى كده ان احنا ما نعيش في العالم او ما يكونش عندنا الاشياء اللي بنستمتع بها في العالم ولكن محبة العالم محبة المال محبة الاشياء المادية اللي بتبعدك عن الله لان اختياراتك هتروح الى اشباع هذه الرغبات عن ما انها تكون في اشباع رغبتك في معرفة الله بصورة اكبر الفرق بين اصحاب بنتي اللي عايزين يعودوا يسمعوا عن ربنا والاصحاب اللي عايزين يسمعوا لهم كلمتين ويقوموا يجروا كبير ده بيروح في طريق وده بيروح في طريق بصلي انك تكتشف جواك اللي بيعطلك وبيعطلك عن معرفة الله عن سؤال الله معرفة الله هي عمود حياتك مش اشخاص للعابرين بقول اللي بيعرج بين الفرقتين اللي عنده اشياء عالمية مالية حياته بقول لك معرفة الله ومحبته وشخصه وقدرته وعمله وفعله في حياتك وتغييره ليك اهم شيء في حياتك والباقي يجي بعدين حسب ترتيبات الله خليني ارجع تاني لقصة عيشة حاجة وقفتني عندما صلت عائشة قالت له يا رب رفعت ايديها للسماء بتقول كده رفعت ايديها للسماء وطلبت انه اذا كنت انت هو عرفني نفسك او يعني اكشف لي ذاتك فشعرت بسلام بتفكرني بالآية في يحنى اللي بيقول كده سلامي اترك لكم سلامي انا اعطيكم سلام ملك السلام ليس كما يعطي العالم ولكن انا اعطيكم سلام يبقى حتى وانت مش فاهم عائشة ما كانتش فهمة اللي بيحصل حواليها هي سمعت صوت لكن ما كانتش فهمة تتواصل مع المسيح ازاي لسه لكن بمجرد ما قالت له طب انا عايزة اتواصل معاك السلام ملأ قلبها بصورة هي ما فهمتهاش لكن النهاردة تقدر تقول ان ده سلام الله الذي يفوق كل عقل اللي ملأ قلبها في هذا الوقت بصلي انه اللي محتاج سلام الله يصلي معايا دلوقتي يقوله رب انا محتاج سلامك في حياتي علمني كيف يكون هذا السلام عامل في قلبي مؤثر في حياتي يطفئ نار الخطيئة في حياتي ولكن اعيش في سلامك انت واتبعك انت الله رتب لها انه بعد انفصالها عن صديقها انها تقابل هذا الشخص واسرته ومن هنا بنشوف حياة المؤمنين النطقة عن محبة الله لو احنا في الشرق وبقول كده للعائلات المسيحية لو ابنك له صديقة مسلمة ولا صديق مسلم مش لازم يكون بينهم علاقة يعني لما يجي هذا الصديق هل تستطيع انك تشارك كلمة الله وانك تدعو للكنيسة وانه يكون عندك اسلوب ما تقدم لي المسيح مش كلنا بنعمل كده لاننا بنخاف ايوة عندنا قيود في البلاد الاسلامية اللي احنا عايشين فيها ولكن دائما هناك طريق ان توصل به كلمة المسيح للاشخاص اللي بيدخلوا بيتك يعرفوا ان بيتك كله مكرس لخدمة المسيح كله مبني على عمل المسيح فهي شافت شهادة في الناس دي الله رتب لها ده بعد سمعها صوته في بعد ذهابها للكنيسة هي عرفت انها في المكان الصح عرفت انه في شيء يعني حقيقي موجود هنا وانه الله موجود في المكان ده لكن عيش عملت الخطوة اللي بعض اصحاب بنتي اللي انا بتكلم عنهم بيعملوها وهي الاشتياق الى عمق علاقة اكبر بالله بقول للعابرين اذا كنت خدت خطوة انك تعرف المسيح ولم تتعمق في معرفة شخصه في دراسة الكلمة في قضاء ساعات من الصلاة والدراسة والوقت امام الله انت خسران كتير انت مازلت على الحافة العلاقة بالله يجب ان تدخل الى عمق اكثر كثيرا من ما نتصور هي مش انت مش هتشهد ان لا اله الا المسيح وعدت كده لا الخلاص من خطيات بيسوع المسيح هو حمل كل المنا حمل كل خطيانا ولكن الحياة بتصميم ان نعيش حياة قداسة بمعرفة ان الله يغيرنا كل يوم فيشكل اذهانا بطريقة تناسب الحياة معه فتختار اختياراتك كلها تناسب الحياة معه هو ده اللي عملته عيشة هذا الاشتياق كان فيها فاصبح النتيجة الشهادة اللي شفناها على الشاشة بصراحة انا اما شفت شهادتها انبهرت جدا بفهمها لكلمة الله وتركزها على عمق الحياة مع الله والتغيير يعني اللي حصل فجأة لها يعني في سنين قليلة لانها اما جات اما تكلمت عن بداية الانكسار كان عندها 17-18 سنة حاجة وعشرين مثلا دلوقتي شايفين ايه عمق العلاقة اللي بينها وبين الله لان كلامها كله بيتكلم عن شفاء المسيح المسيح صنع شفاء في حياتها مش ممكن يحدث ده من اي مصدر اخر الا من عند يسوع المسيح الدليل الثمار اللي في حياتها ومن اهم الثمار اللي كلمتنا عنها ولو انه الاختبار كان وصير جدا وسريع الا اني اقدر اقول انه اكيد ربنا عمل فيها عمل كبير ادى الى ثمار في الخدمة وفي الشهادة للرب من اهم هذه الثمار هو الغفران كلامها عن قصتها مع ابوها من الواضح ان الاب طب واقعيا كان منفصل يعني عنيف بيئذيها ومش بس هي ادبا لم تتكلم عن اخرين فعلتها اكيد كان فيها زي الاخرين فعلتها فده بينتج عنه يعني الام نفسية كتير لكن من الواضح انه الغفران ده بدأ بصراع مع الله قالت له رب طب انا يعني اعمل ايه ابوها كان بيموت وربنا طلب منها وراها انها لازم تغفر له يا اخواتي الله بيعمل فينا يعني علشان احنا اللي نتغير غفران عائشة لابوها مش عشان ابوها غفران عائشة لابوها كان ليها وكلنا نقدر نشهد انه لما ربنا بيبكت قلوبنا على شيء ويقول دي خطية جواك ده ألم جواك لازم تسلمهولي عدم الغفران بيقول انه جواها ألم والله كان بيقول لها لا انا قلتلك تعالوا الي يا ثقيل الأحمال حطي كل أتعابك عندي حطي كل ألامك عندي حتى عدم الغفران تحطيه عندي تحت أقدامي وأنا قديكي شفاء انكسار قلبك انا اشافي كل جروحك انا الغافر كل خطياكي استطيع أن أشفي حتى هذا الألم عدم الغفران هو عدم تسليم الزات ذاتنا بتبقى صحية شخصنا ألمنا انا حصل فيها كده طب ليه طب اشمعنا طب ما في عائلات تانية ما حدش عمل لها كده وهكذا الله عايزك تموت عن هذه الزات اللي بتخليك دايما حاسس بانك متقلم من الغير حاسس انك بتزعل من الغير حاسس انك بتحاول تحمي نفسك من الغير لان ده بيبعدك عن انك تكون متاح للغير لخدمتهم ليأتوا لمجد الرب انك تكون ممثل للمسيح الانسان المركز على ذاته بيمثل نفسه مش بيمثل المسيح الفكرة يمكن صعبة ان احنا نقبلها في عالم اتعلمنا فيه ان احنا نعيش بشخصياتنا وزواتنا وانا واسمي واللي عملته واللي وجعني واللي غلط فيا وحقي والكلام ده كله من خالفيات اسلامية بتقول لنا نقتص لكم في الحياة القصاص يقولي القلباب والكلام ده كله لكن المسيح مختلف تماماً المسيح يقولك زي ما غفرتلك انا اغفر لغيرك زي ما قدمتلك انا اقدم لغيرك زي ما حبيتك انا احب غيرك زي ما ضحيت عشانك انا ضحي عشان غيرك الى ان اتى اليوم العيشة قدرت انها تتصل بابوها ويكون عندها الجراءة انها تقول له انا عايز اعرفك على يسوع المسيح ما اجمل هذا الوقت في حياة العابرين النهاردة كنا بنصلي من اجل عائلات العابرين في انشغالنا بالخدمة ساعات بننسى نصلي لعائلتنا لكن ما اروع اللحظات اللي بنسمع فيها ان حد من عائلتنا جيل المسيح او انه تكون عندنا فرصة نشهد للرب مع حد من عائلتنا عايشة سمعت لترتيب الله قدمت غفران سمعت لكلمة الله وشاركت مع ابوها الكلمة بمنتهى الامانة قالت له يسوع المسيح قالت له تقبله لانه مات عن خطاياك فقال لها ايوه ايوه اقبل المسيح وكان فرحان وعنده رجاء قال مش بس كده يعني ربنا اداله فهم انه هيكون ليهم وقت يتقابلوا فيه مع بعض في الملكوت العبارتين اللي قالتها عن غفرانها لابوها وقبول ابوها المسيح اقول عنهم حاجتين مهمين الحاجة الاولى انه هذا الاب اكيد شاف في حياة عائشة ثمار الحياة مع الله وشاف في عائلتها ثمار الحياة مع الله هل يرى من حولك ثمار الحياة مع المسيح فيك هل غير المسيح قلبك وقلبك عشان تبقى شبهه في وسط عائلتك هل لسه بتزعل وبتزعالي وبتتقمسي وبتتخنقي وبتتخنقوا على مراس وبتتخنقوا على حاجات وبتتخنقوا على فلوس وبتتخنقوا على مين عزم مين مين هيعمل العزمة هنا مين هيدفع لده امي اددال لغتي واخوية لا كل الحاجات اللي للأرض دي لو مزالت موجودة في حياتك اعرف ان الله عايز يشيلها وعندك فرصة تتغير منها ابو عيشة شاف في حياتها ثمار الحياة مع الله هل يرى الناس ثمار الحياة في حياتك مع المسيح سؤال لازم نسأله لأنفسنا التغيير 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 في حياة العابرين لا يأتي إلا بتسليم حياتنا زي ما قلنا لله كتير من الناس بيقولوا انه يعني العابرين انتو بتروحوا المسلمين دايما يقولوا كده انتو بتروحوا للمسيحية علشان تقدروا هناك تعملوا كل الخطايا اللي انتو عايزينها عشان المسيح يشعل خطاياكم لا ده مش حقيقة لأن المسيحي العابر لازم يعيش حياة مقدسة مع الله الاجتهاد في انك تكون شبه المسيح هو طريق المسيحية الاجتهاد في انك يعني تترك ما ليكو ما للعالم هو طريق المسيحية مش معنى ان الله غفر لي اني اعيش في خطيئة او في نجاسة لا الكتاب بيقول كده في رسالة روميا اتناشر لا تشاكلوا العالم الله يجدد افكارنا وحياتنا فبيقول كده في رسالة روميا اطلب اليكم ايها الاخوة برأفة الله ان تقدموا اجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية اجسادنا اللي ممكن يمتلكها الشيطان فيكون شهواتنا رغباتنا عدم طاعتنا لله فيما يخص اختياراتنا في كيف تكون هذه الاجساد مقدسة لله ولا يكون في حياتنا نجاسة وتكون اختياراتنا مقدسة كما هو قدوس دي لانه عندما اقدم للمسيح حياتي فكاسة دي هيكل للروح القدس الساكن فيها للعابرين والعابرات بقولك اصحى الروح القدس الساكن فيك فلا تحزن روح الله فيك وتوب الان عن اي خطيئة اين كان قدرها انت عايشها لان الله عايز يديلك في هذه اللحظة في هذه اللحظة علاقة اعلى افضل اعظم معاه عنده ليك كتير اوعى تنسى انك ابن الله فبيقول كده لا تشاكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد ازهانكم لتختبروا ما هي ارادة الله الصالحة المرضية الكاملة ده مش معناه ان احنا ما بنغلطش الله عايزك تختبر ارادة الصالحة وده معناه ان انت ممكن تغلط فالله يرفعك فاتوب فيعددك فتنمو الى مرحلة افضل الكتاب بيقول كده الكاتب المزمور بيقول لانه تمرمر قلبي وانتخست فيك اليتاية وانا بليد ولا اعرف صرت كبهيم عندك ولكني دائما معك امسكت بيدي اليمنى برأيك تهديني وبعد الى مجد تأخذني من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا في الارض الرب يعني كاتب المزمور بيقول كده قلبي تمرمر وانتخست كليتي يعني حسيت بنخص جوايا كده من الخطيئة اللي انا عشتها لكن انت يا رب وانا يعني مش فاهم بتعامل بعيش حياتي زي البهائم كده انت رفعتني انت يا رب علمتني انت قبلتني انت غيرتني حتى وانت في عز الخطيئة افتكروا انه الحاجة اللي لمستها انه الله يقبلنا بالرغم من خطيانا بالرغم من اننا غير صالحين دي الطبيعة الانسانية لكن ارادة الله ان تتغير طبيعتنا الانسانية الى طبيعة سماوية وده يحصل في حياتك في اسم يسوع النهاردة عندما يشفي الله امرات قلبك وفكرك وحياتك واختياراتك فتتحول من انسان ارضي فكرك مرتبط بالارض الى كائن روحي يعيش مع الله ومتعت الحياة مع الله الله يستطيع انه يديلك شفاء روحي المزامير مليانة بايات عن الشفاء في الكتاب المقدس بيقول كده اعظمك يا رب لانك نشلتني ولم تشيق شمت بيا اعدائي يا رب الهي استغذت بك فشفيتني اسعطت من الهوية نفسي ان كان فيك داء روحي مرض روحي حاجة صعبة عليك تتخلص منها اسرخ الى الله الان والرب يخلصك منها لازم المؤمنين يكونوا شهادة لله الحياة مع الله تستدعي القداسة والحساسية لروح الله فينا في يحنى الاولى بيقول كده في يحنى الاولى ثلاثة لانه ان لامتنا قلوبنا فالله اعظم من قلوبنا ويعلم كل شيء ايها الاحباء ان لم تلبنا قلوبنا فلنا ثقة من نحو الله عندما يتمرن قلبك ان يعرف انه دي خطيئة تعد عنها هتكون سامع لصوت الله دايما ولكن ان اخفقت وما سمعتش ولم تنتبه انك ارتكبت خطيئة تبعيدك عن الله او انه في شيء جواك بيفصلك عن الله الله صالح انه يكشف ليك هذا الشيء وينتشلك من جب هذه الخطيئة لان دا عملوا في حياتك ما تنساش انك ما بتعيش لوحدك النهاردة كان كل اللي بنقوله وبنصلي مع العابرين بنقولهم انت لست وحدك بس مش دا لاننا عابرين واحنا معاكم فقط ولكن لانك اولا مع المسيح ولانه العامل فيك وبيك المسيح والمعتيك القوة والقدرة هو المسيح بالرغم من معرفتك او عدم معرفتك نتعلم ان ننتبه لروح الله الساكن فينا دا بيستلزم انه يكون عندك قلب جديد متجدد كل يوم الكتاب بيقول ان الله ينتزع مننا قلوب الحجر ويعطينا قلب لحم زي ما قال في سفر حسقية ان كنت حاسس انه في صلابة في قلبك مع الله انه في عناد في قلبك مع الله كعابر وعابرة بقولكم توبوا عنده النهاردة خلينا نشوف النقطة الاخيرة الجزء الاخير من رسالة من عائشة للمسلمين اللي بيسمعونا تفضلوا للمسلمين الذين يسمعون اني اقول الرب يقول في يوحنى عشر عشر جئت لتكون لكم حياة ويكون لكم افضل ملء الحياة معه الحب الفياض الذي لنا عند الله ليس له مثيل واعلم ان للمسلمين هذا الحب عند الله وانه يريد ان تختبروه واكثر لقد عشت مع الكثير من العار والادانة كل هذه المشاعر والامور التي اثقلتني سنين طويلة الحرية الوحيدة التي اخرجتني من كل ذلك كانت من خلال يسوع المسيح وحده امين المسيح فقط هو من يستطيع ان يعطيك هذا الشفاء المسيح لم يخلصك لانه في صلاح فيك او انه في حاجة فيك كويسة ولكن لانه احبك ولان دي خطته للبشر المسيح اتى للبشر جميعا الكل عنده فرصة للخلاص ولكن عليك ان تنتبه انك محتاج الى نعمة الله لا يمكن ان تشتري هذا الخلاص ولا يمكن ان تكون صالح بطريقة كافية علشان تاخد هذا الخلاص الجميع ازاغوا وفسدوا واعوزوا مجد الله فقط مجد الله هو الذي يخلصك والذي يستطيع ان من خلال عمل المسيح تقف امام الله وتقول رب انا عارف نقصي لكن قبلت محبتك في عمل المسيح في حياتي وعلى الصريب من اجلي الفكرة يمكن صعبة شوية على اخوتنا المسلمين انها يعني تتقبل ان الله يأتي لنا ان الله يأتي الى البشر كبيرة ولكن لانه هكذا احبنا الله الى هذه الدرجة هذه الدرجة من الحب السامي لا ينقص من شخص الله في شيء الرب عايزك تعرف انه ليك مكان عنده وانه بابه مفتوح ليك وانه ما قدمه يعني عارفين حد يروح يزور حد فيجيب له هدايا وحاجات قد كده فيقولك يا سلام الراجل ده والزيارة دي ناس مقدمين محبة كبيرة اوي احنا ما نعرفهمش حتى ده يعني يعني يستحقوا ان احنا نكرمهم فالله قريدي يقدم اناديت مثل ضعيف لكن الله قريدي يقدم محبته حتى الكتاب بيقول ان احنا بنحبه لانه احبانا اولا ومحباته الظاهرة في يسوع المسيح الذي اتى للبشر بقى زينا بقى شبهنا علشان يقول ليكوا طريق من خلالي تدخلوا بيه امام الله انا اخدت بشريتكم عشان احمل كل خطاياكم عشان اقول من خلال دمي ومن خلال عملي ومن خلال محباتي ليكم تقدروا انكم تقفوا امام هذا الاله العادل في يحن الأولى بيقول كده في الاصحاح التاني يا اولادي اكتب اليكم هذا لكي لا تخطئوا وان اخطأ احد فلانا شفية عند الاب يسوع المسيح البار وهو كفارة لخطيانة ليس لخطيانة فقط بل لخطايا كل العالم ايضا المسيح اتى من اجل الكل النهاردة عندك فرصة انك تعمل زي ما عيش عملت في عزة ازمة حياتك تقولوا رب عرفني انت مين انا محتاج اني اعرف الاله المحب عرفني شخصك ارفع صوتك وارفعي صوتك وقولي يا سوع قولي رب انا عايز اعرفك اطلب يسوع المسيح ما اسموش عيسى اسمو يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد مخلص البشرية الله الاب المحب القدوس اللي من كتر محبته جي عشانك وسيريك نفسه واللي مش ممكن لما تعيش معاه يكون في حياتك خطيئة تفصلك عنه بعد كده فتعيش حياة مقدسة تنظف نفسك وينظفك هو كل يوم علاقة بالله روحية جسدية عقلية روحية لانه بيتكلم معاك وبيغيرك داخليا ويعيش داخلك روح الله يعيش داخلك ويرشدك كل يوم وعقلية لانه يجدد ذهنك كل يوم يعلمك الجديد اللي يوسع إدراكك أكتر لانه الحياة مع المسيح هي الرجاء لهذا العالم ما كانش ممكن حد يغير حياة عيشة ويعطيها حياة بعد موت ورجاء بعد يأس إلا يسوع المسيح وهذا مقدم لك منه ولكي منه اليوم يا رب انا برفع صلاة من أجل اخواتي السامعين بسألك انه اليوم تلمس قلوب محتجاك تشفي جراح محتجاك محتاج شفائك انت اعلم انك يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد القادر على شفاء الملايين البلايين امامك اليوم ارفع قلوبهم جميعا امامك امين باقي الى اللقاء واشكركم على المتابعة وإلى اللقاء في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة